اشتركوا في القناة او استراتيجي الحصول على الكثير من الجواهر مهم اخوتي قبل مشاهدة هذا الفيديو اتمنى من كل اساطير الجدد يشتركوا في القناة ويفعلوا ذلك الجرس من اجل ان توصلوا بجديد الخدع كل يوم مهم يا شباب ان كنت من الاشخاص الذين اعجبهم المحتوى اللي اقدم لكم فان اردت مساعدتي فكل ما عليك هو كتابة 10 تعليقات والضغط على زر اللايك وكذلك تفعيل الجرس مهم اخوتي هذه الاشياء كيعونوني بالساف هم التعليقات بالساف لايك ديالك وانك تما زال ما مابونيش مهم خوتي بلما نطور لكم بالساف سوف نشاهد او سوف اريكم اول خدعة يمكنك عملها بالضبط في التحديث الجديد مهم كلكم تعرفون اضافة الجديدة التي تمت اضافتها في اللعبة بالامس هي اضافة الانتقال من مكان الى اخر هذه الخدعة يا شباب تنتقل لكن ليس ماذا ما نريده الكل يعرف هذه الخدعة ولكن هناك شيء لا تعرف هذه الخدعة شاهد معي يا صديقي هو عندما يكون العدو يعني يتبعك او يلاحقك عدو كل ما عليك هو الدخول في هذه الميزة او هذه الاضافة الجديدة ثم وضع لغم بهذه الطريقة خلفك يعني انفو تخرج من ذلك المكان سوف تضع لغم وهو الفخ يعني جاهز وسوف تقتل عدوك بالشكل خرافي بالشكل سهل يعني خدعة خرافية يمكنك استعمالها في جميع اماكن الخريطة او جميع الاماكن الموجود فيها هذه الاضافة الجديدة يعني اسمها او يمكن الانتقال الفضائي او شيء مثل هذا وسوف تلاحظ يعني المفاجأة سوف تصدم عدوك في هذه الحالة انا هو العدو سوف الاحقك يعني وانا يعني سوف اموت بشكل خرافي خدعة مجنونة يمكنك عملها في جميع هذه الميزة الجديدة والاضافة الجديدة الخدعة التالتة او التانية يعفوني يا شباب يمكنك عملها في هذا المكان يعني مكان خرافي للاختباء في هذا المكان او لقتل اعداء من الاعلى يعني بشكل خرافي خدعة سهلة جدا كل ما عليك وتوجيه السيارة الى النافذة لماذا في النافذة بالضبط لاني وجدت غليتش او شيء مثل غليتش سيساعدك في السعود الى السيارة بشكل سهل جدا في عيوة ما ستلقى ذلك المشكل في الركوب في السيارة هذا الحل سهل جدا للسعود فوق السيارة بشكل خرافي اولا تضع السيارة بهذا الشكل يعني زنب النافذة ثم تضع تلجأ في هذا المكان هذه الخضايا الشباب يمكنك استعمالها في جميع المنازل التي تشبيه هذا المنزل ليس بدرورة هذا المنزل ثم تتوجه الى النافذة التي بجنبها السيارة ثم تخرج وانت فوق السيارة بهذه الخدعة يا اصدقاء يعني هذه الخدعة التي قلت لكم وتصعد فوق المنزل ويمكنك قتل الاعداء بسهولة من هذا المكان يمكنك رؤية الاعداء اذا كانوا في الناحية الاخرى يعني خدعة سهلة وبسيطة وسوف تمكنك من كشف اماكن الاعداء في كل مكان وانا شباب الان ننتقل لهذه الخدعة الخرافية سبق ووضعت لكم الخدعة ولكن يمكنك الصعود بالتلج هذه المرة يا شباب يمكنك الصعود بدون الحاجة الى تلج ولو تلجى واحدة يعني سوف تقفز بهذه الطريقة وسوف تستعمل هذه المزلجة ان كنت تلعب يعني روم او تلعب كلاسيك او تلعب يعني في بطولة يعني فيازال جدا تستعمل المزلجة للصعود وحتى طريقة التلج سوف اريكم اياها طريقة سعود الى هذا المنزل عن طريق بواسطة التلج في حالة ان لم تكن تعرف الطريقة يعني في كل ما عليك هو توجيه المثلجة الى هذا المكان وانت فوق هذا المنزل الخرافي يمكنك الاختباء هنا يمكنك القتل الاداء يمكنك قتل الاداء كذلك اللي كيكونوا عيني هابطين من تلك الجزيرة يعني كيجيوا الاداء بزاف من تلك الجزيرة يمكنك قتلهم بسهولة ويمكنك في حالة الى كان معك يعني تلج واردت الارتفاع اكتر في هذا المكان او البحث عن مكان مرتفع للبحث عن الاعداء وقتلهم يمكنك وضع تلجتين بهذه الطريقة التلجة الاولى بهذا الشكل ثم تضيف عليها التلجة التانية بهذا الشكل مهم تسعد ثم تسعد فوق التلجة الاولى ثم التلجة التانية بهذه الطريقة يسهل جميع الخدر التي يقدم لكم فيه سهلة جدا ثم توجه الامب الى هذا المكان وفوق الشجرة او النخلة ثم تسعد فوق النخلة ويمكنك فالصعود تصعد فوق النخلة الأعلى أنتم تعرفون الباقي لكن لا أطيل عليكم بالنسبة لطريقة السعود إلى المنزل بواسطة التلج قد يسأل بعض كيف نصعد بواسطة التلج بدون الحاجة إلى المزلجة أو في حالة كنت تلعب سوف تضع تلجة في هذا المكان بهذا الشكل فهي خدعة سهلة جدا يا أصدقاء ثم تصعد فوق التلجة ثم تقفز إلى المنزل مباشرة خدعة سهلة تمكنك من الصعود فوق هذا المنزل هذا المنزل يوجد منه منزلين في هذه الخريطة منزل هنا ومنزل قرب من كوبتاون الخدعة التالية هي مدهمة العدو في هذا المنزل هناك من يعرف الخدعة ولكن البعض لا يعرفها خدعة مفيدة جدا سوف تستفيد منها كثيرا في حالة إلا كان العدو هنا بدون الحاجة إلى استعمال الدرج في حالة إلا استعمال الدرج سيضربك فالخدعة السهلة يا شباب سوف تحتاج فقط تلجة واحدة أحمل السلاح في يدك حتى لا يفجئك العدو وتقفز بسرعة بسرعة إلى العدو وتقتل بشكل خرافي خدعة سهلة وأنا فعلا استفدت منها كثيرا في قتل الأعداء في هذا المنزل يعني بدون الحاجة إلى السميشو بدون الحاجة إلى الدرج يعني في بعض الأحيان أعداء يقومون بوضع كذلك الغام في الدرج يعني خدعة سهلة فالقفز يعني بسرعة فقط يعني قم بوضع التلجة في هذا المكان وسوف تصعد بشكل خرافي أو بسرعة خرافية فوق هذا المنزل يعني خدعة مفيدة وليست فقط للتسلية خدعة مفيدة يا صديقي سوف تستفيد منها كثيرا وخيرا يا شباب كما قلت لكم في أول فيديو أتيتكم بستراتيجية ليس قليتش إنما استراتيجية وخدعة لجمع يعني الجواهر أو من الأشجار يعني بشكل خرافي يمكنك زمع يعني حتى مئة جوهر في اليوم أو أكتر تعرفون هذا المكان لشباب الخاص بسبين يمكنك أسبين على الشجر الجواهر يعني غير محدود يا شباب في هذا المكان فالخلعة أو الخطة ما هي سوف تجمع يعني عصر أشجار من هذا المكان مو يمنى التراري أنا مجاش فيه الأشجار ولكن غادي نسرح لكم تحاول تجمع عصر أشجار على الأقل أنا ننطيكم مثال بعصر أشجار ثم تخبر صديقك يجمع عصر أشجار حاول تجمع أربع أصدقاء يمكنك كتابة في التعليق البحث عن أصدقاء يعني يمكنك الكتابة في التعليقات إن أردت البحث عن أصدقاء لتجربة هذه الخدعة لتباب مو يمنى التراري فاشك تجمعوا عصرة أشجار تنتقل إلى الأعلى أو المكان الآخر من اللوبي أو ساحة الانتظار وسوف تضع التلجأ في هذا عفوا ليس التلجأ وإنما الشجرة في هذا المكان تنتظر قليلا يعني حتى يبقى الربي يستعلي الوقت علاش باش ما يقدر حتى شي واحد يوصل لك غادي تحطه تخيل أنت عصر أشجارات وصديقك عشر شجارات يعني أربعة أربعة في عشرة أربعين شجرة سوف تخرج يعني بأربعين شجرة من هذا المكان مثل هذا الصديق يعني نزل شجرة ولا أحد يستطيع الدخول إلى هذا المكان ببساطة لأن المكان لا يمكنك الدخول إليه بعد وقت معين سوف تلاحظون لا يمكنك الدخول المهم يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو وفي الأخير يا شباب إن أعجبتكم الفكرة وأعجبتكم يعني الخدع لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وكذلك لايك ومشاركة هذه الخدع مع أصدقائكم حتى يستفيد الكل وستوف أقول لكم يا شباب إلى اللقاء في فيديو آخر